امتداداً لسياس جامعة قناة السويس والاهتمام بالبيئة في هذه المنطقة نتيجة ان المنطقة اللي انشأت فيها الجامعة اللي هي بتشمل خمس محافظات موجودة فيها مصطحات مائية كثيرة منها بحيرة البردويل، بحيرة المنزلة، قناة السويس، خليج السويس، خليج العقبة ومن هنا كانت اهمية انشاء قسم يهتم بالبيئة المائية وما تحويه من احياء سواء حيوانية او نباتية هذا قسم يعني بدراسة الاحياء المائية فقط والطالب اللي بيدرس اربع سنين بيدرس ايه خلال هذه الفترة او هذه المدات؟ الحياة الدراسة بتاعتنا بتشمل جوانب كثيرة بتشمل كمية بحرية بيدرس الطالب المكونات بتاعة الميا بتشمل الجيولوجيا البحرية الرسوبيات والقاع وتكوين هذه المناطق البحرية المختلفة بتشمل البيولوجيا البحرية والبيولوجيا البحرية بتشمل دراسة الهوام الحيوانية والنباتية بتشمل الى خليج العقبة ولينا مركز بخوص في خليج العقبة في شرم الشيخ بيهتم بهذه الامور وهذه الابحاث يمكن منذ انشاء القسم في كلية العلونجة من قناة السويس ونقول ده تاني قسم فيه على مستوى المصر بعد الاسكندرية الابحاث التي اجريت والدراسات المختلفة في المنطقة الخاصة بالمسطحات المائية المحيطة بالمنطقة وموجودة في البيئة هذه الدراسات اصفرت عنهم هو الدراسات في المنطقة اهتمت بان احنا نعرف ايه الوضع اللي موجود عليه هذه المنطقة سواء من مكونات الاحياء اللي هي عايشة فيها وسواء من المشاكل اللي هي موجودة وعملية تتبع هذه المشاكل يعني عمل خريطة تقريبا مثلا الاحياء المائية في المنطقة هو اللي حاولنا نغطي معظم المسطحات المائية بالدراسات يعني فيه دراسات عملت في حرة البردويل فيه دراسات على قناة السويس فيه دراسات على خليج العقبة لكن احنا كان يهمنا اللي هي الامباكت او تأثير النشاط الانساني على هذه المسطحات سواء بالسلب او الاجابة سواء بالسلب او بالاجاب لكن هو معروفة طبعا ان البيئة مجرد الانسان ما بيدخل فيها لازم بيغير في المكونات بتاعته وهو دورنا ان احنا تتبع او مراقبة هذه التغيرات اللي بتحصل ونحاول ان احنا نقلل بقدر الامكان هذه التغيرات مثلا قناة السويس وعملية التلوث البترولي الناتجة من مرور السفن الحمد لله ما فيش حوادث حصل تذكر الى الان لكن عملنا الدراسات على احتمالات حدوث هذه الحوادث والتأثير اللي ممكن ينتج وازاي ممكن نقدر التكاليف بتاعت الناتجة من اذا حدثنا حدث مثلا المشكلة اه لو حصل تسرب بترولي في قناة السويس ايه اللي ممكن يحدث فيها وازاي بسرعة ممكن نتغلب على هذه المشكلة السويس الدكتور صراح الاتريبي رئيس قسم علوم البحار بكلية العلوم اه لو قلنا ما يميز المناطق المائية هنا في المنطقة لو قلنا قناة السويس البحر الاحمر منطقة الخليج البحر متوسط بتأكيد من خلال دراستكم في الفترة الماضية وجدتوا الاحياء المائية هل هناك حدث انخفاض لنسبة معينة على نسبة معينة وقدرتوا تعرفوا اسباب المشكلة هل تزايد في كائنات معينة ثغط؟ هو في قناة السويس الحقيقة البيئة بتاعتها تصبر بيئة غير عادية على اساس انها ملهاج مكونات احياء بحرية معينة كلها موظمة اسماك مهجرة من البحر الابيض الى من البحر الاحمر الى البحر الابيض وبعضها بيهاجح من البحر الابيض المثبئة اهميتها بتيجي هنا فانها تربط بحرين بضار زي البحر الابيض وضار العمر بالقناة الصناعية زي اللي موجودة في قناة السويس فان احنا بنتتبع هجرة هذه الاحياء وحاليا فيه دراسة بنعملها على تأثير حرفة زي حرفة الغر في مناطق الشواطئ البحر الأبيض من بورسعيد لغاية الأسكندرية على الأحياء زي الأسماك بلخص الأسماك التجارية اللي هي موجودة نعرفين حرفة الغر اللي هما بيجروا بيها بيحجموا بيها الأسماك على الغر بتبوت كتير من زريعة الأسماك التجارية الكبيرة فلقينا في بداية الدراسات في بداية الدراسات في الأول في بداية الدراسات إن كمية كبيرة من أسماك اللي هي البوري وأسماك الأروس وأسماك الدنيس بتفقد الزريعة بتاعتها نتيجة هذه الحرفة فبنشوف تأثير هذه الحرفة ومن خلال أيضا هذه الدراسة بنحدد أنواع الأسماك اللي هي طلعت من البحر الأبيض من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض ومدى انتشارة على السواحل المصري وإن شاء الله هنجيب نتاج كويسة إن شاء الله أعزائي المشاهدين يسعدنا أن نلتقي من داخل قسم علوم البحار بكلية العلوم جامعة قناة سويس ببعض من طلبة السنة الرابعة بقسم علوم البحار السلام عليكم ونتعرف عليكم نجوة مصطفى أحمد خالد طالبه الفرقة الثالثة أهلا وسهلا ديدين عبد الرحمان الفرقة الرابعة علوم البحار أهلا وسهلا هو العبد الفتاح الفرقة الرابعة والبحار يعني سنة رابعة وسنة ثالثة والسنوات النهائية أحب أعرف من حضراتكم اختياركم لهذا القسم قسم علوم البحار هو قسم جديد دراسه فيه شيقة وجديدة في نفس الوقت ولكن هو يعتبر تاني قسم على مستوى الجمهورية بعد الأسكندرية اختياركم لهذا القسم جاء على المنطلق أي هل مجموع هل فيه خطة مستقبلية فيه عند حضراتكم والله هو عمدتا القسم يعتبر لسه جديد لسه في نشأته الأولى يعني وبعدين عمتا البيئة البحرية عمتا السهوتني يعني ده هي شيء جديد تماما يعني مش محتجين بيها قوي فأنا كنت أحب أعرف حاجات كتير عن البيئة ديت يعني هل عشان مجال جديد عايزة تقطح من هذا المجال؟ آه دي حاجة وبعدين أصلا يعني من أحيالها المياه عمتا البيئة البحرية بتشكل يعني مساحة كبيرة جدا من مساحة الكرة الأرضية فإحنا ليه طب ما نعرفش حاجة عنها يعني يعني إحنا نعتبر عايشين في مساحة دقيقة جدا على الأرض البيئة البحرية فيها الغاز وطلاصم كتير يعني أنا بصراحة استهودني الحكاية دي يعني سيتك في بعض اللي بيقولوا طبعا إن كان زمان إن في مجالات خاصة بالجنس اللطيف ومجالات خاصة بالراجل لكن هل هذا مجال تعتقد إنه هو مناسب جدا طبعا تعلمه وغوص وغطس وكده في مخاطر تحت المياه هل توقعت حطيته في مخيلتك هذه المخاطر؟ هو طبعا بردو قبل ما ندخل القسم كلهم قالوني ده مش مناسب للبنات ده مش هارف إيه بس أنا يعني خدتها زي تحدي وبعدين نعم متا الوقت المجالة العلمية ما فيش أي فرق بين البنت والولد العقلية العلمية هي هي فطبعا حكاية الدائفينج دي مش هارف إيه يعني بردو ده بردو مجال جديد يعني لما تنزل تشوف الحاجة دي بنفسك تشوف الأحياء البحرية يعني طبعا غير إما تكون قاعدة قدام التلفزيون بتتفرج يعني فهي حاجة جديدة ومجال جديد فمترح ستاوتني جدا سيادتك قسم علوم البحار يعني يمكن القسم هو شيق ودراسة شيقة إيه الجديد اللي انت طلعت بيين وانت في سنة الرابعة لغاية دلوقتي إيه المعلومات الجديدة اللي طلعت بيين؟ جزء الحقلي اللي بيختلف عن أي قسم تاني أي قسم في بيرجي ما بيهتمش بالحقل يعني هو عبارة عن إيه كورسات بياخدها وتطبيقه في السكشن وخلاص ويطلع بره ويذاكرهم وروح يمتحه أما الدراسات الحقلية دي تفرق عمل يعني صعب تاني تنزل فين بقى العمل للدراسات الحقلية الفيل دي نفسه فين يعني؟ لكل يعني جزء أو نوع من الدراسة بيهتم بالجزء الحقلي اللي بيناسب الجزء العملي اللي حياخده يعني طبعا البيئة البحرية لازم يتعرف على المناطق المختارة على قد الإمكان يعني كل مادة لها ناسمات أنه لابد طبعا بحكم الدراسة تعلم السباحة أولا والغطس والغوس وخلافه ده بمشكل أو يمثل صعوبة بالنسبة لطلبة كلية العلوم قسم علوم وطبعا بالنسبة لأول واحد طبعا بيخش في المجال ده ويبقى صعب يعني طبعا مع الاصطف اللي الموجود حروق شهدوه يعني بيساعدونا في كل حاجة وبيسهلونا طبعا عملية سهلة جدا بعد كده أعزاء مشاهدين هناك أدوات مصاحبة للغطس والغوس تحت الماء يمكن التصوير المائي دكتور محمد من أهم الأشياء الموجودة في القسم أيضا وللباحث والدارس في هذا القسم وأيضا طلب الطلاب السنوات المختلفة حيب أعرف من حضرتك ما هي هذه الأدوات ويمكن التصوير المائي وصعوبته ومشاكله الحاجة اللي بيتميز القسم بتاعنا ان احنا بدأنا للغطس تنستغله كأدام الأداء للأدوات الضرورية جدا للبحث بتاعنا اللي هو تحت الماء فالغطس بالنسبة لنا بالنركز عليه ان احنا بالنسبة لنا احنا اخدين دورات تدريبية كتير بس ان انا مدرب غطس بحاول بعد كده الطلبة ان انا الطالب باخده من سنة ثالثة عمل ما بينتهي بيتخرج من سنة ربعة بيكون كل فائد أو يكون مؤهر ويقتص بمعاش شهادات دولية بحيث مع البكاريولوس بتاع بمعاش هادة دولية من الغطس ويقدر يقتص بها يعني انا قدر اقول ان اعتبر مادة من المواد او ما يقدرش ياخد الشهادة او البكاريولوس الا عندما يحصل على الشهادة يعني انا بنحاول طبعا لان فيه مش كل الطلبة ان فيه طلبة ما تقدرش وتعوم بس الحمدلله ان انا للقسم بتاعنا لان معظم الناس اللي بتيجي بتبقى انتريست ان هي بتبقى مهتمة انتخش في المجال دولة فبالتالي معظمهم بيقدروا يزبعهم الدكتور محمد دي قالت تصوير ولكن مصاحب لها لان التصوير تحت الماء بيصاحب لها ادوات خاصة بيها اديني فاكرا سيتأكلون ستاهم شاليا تمام كده هو فيه نوعين من كاميرات الفيديو تحت المية فيه كاميرات اللي هي بتبقى زايدية كاميرا عادية جدا بعد كده ببقى فيها هاوسينج الهاوسينج دوت اللي بيحمى الكاميرا تحت المية انها تخش لها مية او بيحميها بقى يعني بيحميها من انها يخش لها مية او ضغط اللي يكسرها النوع التالي من الكاميرات ده بتبقى هي الكاميرا نفسها مصممة وبحيس انها تنزل تحت المية وتتحمل الضغط ويجرلاش اي حاجة بيبقى من غير الهاوسينج اللي احنا عندنا في القسم واللي احنا بنستحب ان هو نستعمله ان هو النوع دوت كاميرا داخل هزا كاميرا عادية جدا وبقى ثبتها في الحامل بتاعها هو هيبقى مسكها هتبقى مسابط جوه الهاوسينج ده الوقت كده بمجرد ان انا لها مجرى بحيس ان المجرى ديت بتبقى بتخليلي الكاميرا عادسة الكاميرا بتوقف في مواجهة العادسة ديت بتحميها من المية وبتحميها من الصدمات كل ما بنستحط المية كل ما بتضغط المية بيزيد فبالتالي دوت الكاميرا ده مصممة انها تستعمل في الضغط العادي فتحت المية ممكن تتكسر سيادتك سرع انتباهي جزئتين وحب اعرف منهم اولا التوق لها هي تقيلة جدا يعني هل ما تمثلش عبقى على المفهول تبقى خاف من كده لا هي فوق المية زي اذا اي اداة غطس تانية كل حاجات الغطس تبقى فوق المية تقيلة لكن بمجرد انها هي تقيلة تقيلة او يا فبمجرد انها بتنزل بتاعت المية دي بتتعادل العادي المية زي ما هنعرفين انها فيها قوة طفو بتزوق اي حاجة بتزوقها الفوق يعني ما تمثلش اعاقة بالنسبة للغطف لا لا بالعكس هي مصممة الوزن بتاعها مصممة بحيس تحت المية بتبقى صفر اللي هو الوزن بتاعها خالص الجزئية التانية وهي الاضاءة يعني انكم فيه اماكن دارك او مظلمة جدا بين الكهوف تحت المية بين الشعاب مرجانية كيف الاضاءة تستخدموها داخل المية وينكم دي ادوات اصلاف نقنية هي دي برضو الديم تنسبة للكفر هنا الكفر الاخير ليها بحيس انها برضو بتتعمنع المية انها تخش دوة بالنسبة الاضاءة احنا بنستخدم اضاءة عادية او مش عادية برضو مصممة للنزول تحت المية دي بتبقى عبارة عن البطارية وتتشاهن كل مرة وبعد تحت المية بنستغلها بحيس ان انا بتدينا فلاشية مش مشخون عشان كده ما فيش نور فيها دلات النور دوت لازم يكون نور ما هواش حراري بحيس ما بي لان لو حرارة ممكن تتفرع تحت المية ما بيكونش حراري وفي نفس الوقت لازم يكون ابيض ابيض لان هو تحت المية كل ما بننزل الامواج الضوئية بتختفي فعلى 2 متر مثلا اللون الاحمر هيختفي فبالتالي احنا لازم ندي نور ابيض عشان اللون الاحمر ده نقدر نقدو احنا او نقدر الكاميرا تسواوي طلبة في قسم علوم البحار بكلية العلوم جامع قناة السويس احب اعرف من حضرتك الجانب العملي اللي بياخدوا الطلبة هنا لا يقتصر فقط على المعامل اللي احنا شفناها ونتجول من خلال الكاميرا البرنامج داخل هذه المعامل ولكن الجانب العملي في الفيلد او في المجال التطبيقي نفسه بيتم ازاي؟ هو الحقيقة احنا حاليا في كلية العلوم وفي قسم علوم البحار ان احنا بنطور الليحة بتاعتنا على اساس ان احنا في السنوات القادمة هناخد الطلبة من سنة اولى طلبة قسم علوم البحار من سنة اولى مش من سنة تلتة زي ما بيتم دلوقتي ونبتدي نجهزهم بهذا الشكل وبعدين هنعمل حاجة احنا لينا المحطة بتاعت الابحاث بتاعتنا اللي هي موجودة في شرم الشهر هنخلي سنة اولى وتانية يبقوا موجودين هنا هو تلتة وربعة هياخدوها بالكامل في شرم في مركز الابحاث بتاعنا في شرم الشهر وده بيطيح للطلبة دراسات تطبيقية في الفيلد مباشرة يعملوا دايفينج مثلا وغطس وكده الدايفينج بتعتبر من الكرسات اللي الطالب بيدرسها بيدرسها نظري وبعدين بيروحوا هناك يطبقوها عملية وحنا عندنا مركز غوص تبع القسم موجود هناك يطبع الجامعة بينزل الطالب في علم؟ اه بيتدرب على الغوص وبينزل وبيتعلم ازاي من الابحاث تحت المية هناك وده هي هو دي الفكرة من ان احنا حماية البيئة الطريقة القديمة ان انا اروح اجمع احياء واخدها في المعمل ادرسها لكن انا بسيب الاحياء زي ما هي وانزل انا بينزل الطالب بنفسه في البيئة اللي هي موجودة بينزل الغوص 10 متر 20 متر 30 متر ويدرس الاحياء كما هي في البيئة بدون ما يلمسها اعزاء مشاهدين نكتفي بهذا القدر من حلقة اليوم من برنامج الجامعة والمجتمع